أنا كتير خايفة على أبو الزين والله وأنا خايفة عليه شو الأبو الزين ها؟ بحياتي ما شفت رجال مثله لو تشوفيه اليوم والله بيصعب على الكافر ما قور أكتر مني شام شام الزلمة ده شو شام؟ بحياتي ما شفت واحد مثله قلبه لأله بيحب الناس لكن الكويسين على طول بيندسوا والله معك حق صواله اليوم طير لها لي لو كيف عامل هيك وكسر القفل كيف؟ لأنه رجال شو هذا قولت؟ والله مو قصدي شي أنت سألتني وأنا جاوبتك كأنك عم تلمحي أنه أنا مو رجال لا والله مع بلمي على شي بس كأنه أنت الدكت خانق ولك ما بدي خانق أبو الزين طول عمره مجنون إلا إذا بتسمي جنان رجولي كنا لقينا العصورية مليانة رجال أنت بتعرف أنه أبو الزين مو هيك يا ستي هيك ونص واحد بيع فلافل حقه فرنجين ومرته وراكبته شو يعني أنه كسر القفل يعني؟ بتجي الشرطة بتشحطوه مثل الكلب لش أنا ما فيني أنا فيني قدربوا الضربة للقفل جيبوا ميت شقفي من شان هيك عيبة عليك تتغذلي فيه قدامي ولك أقل شي يقولي أنه جوازي قاعد أبو حسام معقول أن ضل عايشين بهالبيت هون بدون مي وكهرباء شو بيساوي هيك الله كاتب لنا الفاير شو بيعمل بحاله يعني؟ بينزل يما بيدعي لأ الله بينزل يما بيدعي لأ الله لعتى يصل للجورة مضبوط مضبوط واسقة من حالك كتير ما شاء الله عنك ولك موعب عليكي ست مقدرة مثلك بتغذل واحد قد ولاده ولك موعب في حياة طق شرش الحياة يعني شو ما عليكي وقدامي قدام جوزة ولك إذا ما بلك تحترميني يحترمي شابتك على أقلت حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل سمعنك شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة